بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي مشاهدة قناة النادي الأهلي وجمهور النادي الأهلي في كل مكان أهلاً ومرحباً بحضراتكم معنا في حلقة جديدة من الأبطال في الحقيقة قبل ما أبتدي معكم أخبارنا نشوف تفاصيل حلقتنا النهاردة في موضوع حابب أتكلم معاكم فيه الموضوع ده الحقيقة يعني شغل رأي أو رأي العام الأهلاوي ومن اللي فاته ألا وهو استئناف الدوري العام لكرة اليد أو دوري المحتلفين لكرة اليد موسم 19-20 تحكرت اليد برئاسة المهندس هشام نصر خد قرار منذ أيام باستئناف الدوري المعلق لوقت 19-20 الحقيقة بعد فتوى من اتحاد الدولي برئاسة المهندس حسن مصطفى باستكمال الجولتين اللي فضلين بالقيمة الأديمة الحقيقة أنا فكرت كتير جداً قبل ما أكلم في الموضوع ده يعني خد وقت مني تفكير الحقيقة أننا نتكلم في الموضوع ده خاصة أننا ندخلين على حدث كبير وهو كأس العالم لكرة اليد في شهر يناير رقم 27 واللي بصديفه مصر واللي بنظامه الحقيقة طبعاً أجيس الدولة كلها الحقيقة الموضوع ده قعدت أفكر أقول ولما أقولوش ولكن احنا هنا في البرنامج بنلتزم بالمعايير والمبادئ للنادي الأهل ولكن في نفس الوقت أي حاجة تخص النادي الأهل وشايفين أن وجهة نظر النادي الأهل سليمة ومظبوطة كالعادة لازم نتكلم ولازم ندافع ولازم نقول وجهة نظر النادي الأهل وندفع عنه والحقيقة الموضوع ده مش وليد يعني مش وليد اللحظة لا الموضوع ده بقال وفترة خلينا أرجع معكم من القصة من الأول خلص شهر تلاتة شهر مارس لما حصل جائحة كورونا اللي حصل كالقاتي طبعاً أنه النشاط توقف الدولة قالت والله ما فيش نشاط وكل شيء يوقف ده في شهر مارس لو كلكم تبتكروا يعني تحقت اليد قال كالقاتي قال يا جماعة أنا مصر على استقناء وعلانه كده قال يا جماعة برغم من التوقف من النشاط أنا إن شاء الله هكامل النشاط بعد استقناف الدوري طب ليه كده قال لأنه اللي فاضل كل يخلص في عشر تيام أو في أسبوع ليه كان فاضل جولتين وكان فاضل أيضاً جولتين في الدوري المحترفين وجولتين في الكأس فالراجل أو الاتحاد قال يا جماعة احنا هنكمل الدوري فور استقناف النشاط حلو الكلام عادنا في الجائحة الدنيا واقفة لغاية شهر سبعة أول ما الدولة خدت قرار بعودة النشاط تحاد كورتلياد الحقيقة خلاص النشاط لازم يرجع تحاد كورتلياد دعم الحقيقة تصرف غريب شوي قال إيه قال يا جماعة هدعي الأندية لاجتماع والناقش استقناف الدوري من عالمه خلي بالكوا الدوري كان فاضل وقديه مطشين جولتين وكان الكأسنا أيضاً فاضل وجولتين موضوع كله عشر تيام قال لك طب أنا دعيت الأندية عشان نشوف رأيهم إيه في استقناف الدوري الحقيقة الموضوع ده كان غريب شوي يا ليه يعني يعني الموضوع يعني زي المدرس لما يسأل طلام زيته أنا همتحنكم ولا لا أكيد ممكن الأغلبية تقولك لا مش عايز أمتحن المهم اللي حصل كالآتي اللي الأندية كلها راحت وسياسة النادي الأهلي سياسة سبتة في كل الألعاب ومع كل الاتحادات المفاجأة نے نادي الأهلي نادي الوحيد بالرغم أنه كان متأخر في الدوري بنقطتين عن نادي الزمالك نادي الزمالك الأول ونادي الأهلي متأخر بنقطتين بس لسه الأمل قايم النادي الأهلي قال أنا عايز أكمل المسابقة وكل الأندية بالكامل قالت لا المسابقة ما تكملش وطبعاً لدي قالت ليه كده قالت لأنه لها ده في أندية خلاص بره المنافسة فاستكمال جولتين ملهاش لازمة وفي أندية ألأت لك والله أنا مصلحتي إن أنا مش هستأنف وفيه أزمة اقتصادية قدر أخفض عقود الأعريض وأرشد النفقات عشان أقدر يعني أكمل أو أعدل أزمة دي النادي أهلي كان ليه رأي تاني مختلف أن المسابقة تكمل بالرغم أن النادي الأهلي ولو تفتكروا نفس الكلام حصل في كورت القادر النادي أهلي قال لي أنا عايز أكمل المسابقة فالحقيقة تحكرت اليد خاد قرار بإلغاء المسابقة بعد الموضوع ده أو بعد الاجتماع ده بيوميت وده كان ضد توجهات الدولة في الوقت ده الدولة كانت طالبة أن الموسم يعني يكمل وكل ما فيش حد دير فالتحاد كورت اليد رجع في كلامه وقال لا يا جماعة هلعب الدولي وهستنف المسابقات وده حصل بالفعل وأشدنا بهذا وإحنا الحقيقة من أكتر البرامج اللي أشدنا بإنجازات التحاد كورت اليد واللي بيعملوا التحاد كورت اليد والإنجازات وحسن التنظيم في أمور كثيرة وأشدنا بأرأة كأس العالم أكتر البرامج الرادية ونقدر نجيب الكلام ده أشدنا بالتحاكر تليد وكنا بنربط على أديهم فالحقيقة خد قرار باستقناف النشاط السيدات استقنفوا وطبع النادي الشمس فاز بالبطولة الشباب استقنفوا ونادي طراء الجيش خد البطولة الناشئين استقنفوا وخد أيضا النادي الأهل البطولة يعني كل المسابقات دور الهبوط أو مجموعة أو تحديد الهبوط استقنف كل ده تلعب بالقايمة القديمة في توقيت كان لسه ما حدش عمل صفقاته كان لسه نفس العيبة موجودة وأشدنا بدا تاني وقلنا ان ده تصرف صحيح وسليم والحقيقة ده بيتماشى مع توجهات الدولة بعودة الحياة مرة أخرى اللي حصل كالقاتي طبعا انه في الوقت ده مكانش بين الرؤية هنلعب دوري الجولتين الفضنين ولا لأ طب هنأجل شوية ساعتها الكلام قال هيتأجل ليه؟ لأن المدير الفني أو الكلام اللي تقال ان المدير الفني المنتخب قال أنا مش عايز أعمل خواجة طبعا الأسباني قال أنا مش عايز أعمل المباريات الفضلة عشان لعيبها ما تتصابش عشان معسكر المنتخب الحقيقة كلام ده متناقض مع اللي بيحصل دلوقتي طب هو كان من أولى أن أنت تلعب المباريات وقتها ولا تلعب المباريات دلوقتي في فضل شهرين أو أقل من شهرين على كأس العالم وأقل من شهر من معسكر النهاية الكأس العالم طبعاً كنت تلعبوا شعيته فالحقيقة كلام ممكن متناقض فالحقيقة قال لك لأ احنا هنأجل طب هنأجل بعد كده هستبتوط أفريقيا الآن ديها في شهر 11 طب احنا لو تلعبت البطولة مش هنلعب فالنادي الأهلي كان عنده نظرة مستقبلية وده العادي تعالنادي الأهلي قال لك هنلازم أدعم بصفقات في خمس لعيبة مشي ومن النادي الأهلي خلينا أقول له هادراتكم مين محمود فايز أحمد خايل إسكندر زايد يوسف معرف محمود عاصم حماد الخمس لعيبة دول مشي من القايمة القديمة وجم ست صفقات جديدة للنادي الأهلي بالقايمته الجديدة فالنادي الأهلي مش هيقف مستني قال لك طب أنا أجدد فرقتي وهدعم بصفقات وكهو والنادي الأهلي أكتر نادي دعم بصفقات ست صفقات جديدة اللي حصل إنه بعد ما النادي الأهلي دعم والدوري الجديد استقنف والصفقات الجديدة لعبت ولعبنا ست جوالات من الدوري الجديد فجئنا بالقرار اللي طلعا من كم يوم يا جماعة احنا هنستقنف البطولة 2019 ساعتاش 2020 اللي هما المطشن والكاس بالقايمة القديمة وده معناه ان احنا هتم حرماننا من ست صفقات جديدة في الوقت المستحيل تقدر رجع لعيبة لعبة تلعب معايا تاني يعني هرجع ازاي اسكندر زايد ورجع مثلا اسكندر زايد رجع تونس ويوسف معرف رجع في تونس ارجعهم ازاي لعبوا معايا مستحيل خلاص هما لعبوا معايا في الوقت الغريب القرار قد هشنا جدا لانه احنا دايما بندور على الحاجة اللوجيك طب ايه المشكلة ايه اللي حصل مع الاتحاد خليها ياخد القرار ده اللي حصل مع الاتحاد انه لعب الهبوط بالقايمة القديمة الاندية اللي هتهبط لعبت بالقايمة القديمة فمش هينفع يلعب نص الدوري بالقايمة القديمة ويلعب النص التاني بالقايمة الجديدة فهيبقى فيه نص الفرق لعبت بالقايمة القديمة نفس الدوري او نفس الموسم الحقيقة المشكلة دي مش احنا اللي عملناها المشكلة دي حصلت نتيجة القرارات اللي حصلت بعد قزمة كورونا واللي احنا بنطالب الاتحاد بمراجعتها لان حصل فيها تخبط شديد لازم الاتحاد يرجعها ومش عيب ان احنا نقول كده احنا هدفنا المصلحة العامة اللي هي عمرها عمره ما كانت مصلحة النادي الاهلي النادي الاهلي لو بيدور على مصلحته كان اهلي يا جماعة دوري يتلعب من وجهة ناصر انا المتوضع انه كان عنده حل من اتنين يتلعب الدوري اللي فاضل مباريتين اللي فاضلين جولتين والكاس تلعب بالقايمة القديمة وده الطبيعي واللوشك يا اما يتم إلغاء الدوري انما ألعب الدوري بالقايمة القديمة الحقيقة ده كان قرار انا شايفه يبقى ابعد قرار مستبعد قصة ان انا مر علي حوالي شهرين ثلاثة من الموسم جديد يعني يعني فيه ستجولات لعبت واللعيبة لعبت وخلاص والدنيا يعني خلاص ترستأت طيب خلينا اقولكم وفجأة الاتحاد الاوروبي لكرة اليد استعنف الدوري بالقايمة الجديدة بالصفقات الجديدة وهو الكلام المنطقي يا جماعة ده ملوش علاقة بمصلحة النادي الاهلي او غير مصلحة النادي الاهلي اللي بنشوفه الطبيعي واللوشك والنادي الاهلي اكتر نادي بيلتزم باللوايح والقوانين واكتر نادي عايز المصلحة العامة اللي هي عمرها ما بتتعارض مع مصلحة النادي الاهلي اللي احنا طلبين ويكوننا إما الدول يستقنف بالقايمة الأديمة إما بتلعبش الدولتين إنما نستقنف بالقايمة الجديدة معنا كده النادي الأهلي هيلعب بست لعبين ناقص من أصل 18 لعب القايمة حقيقة إحنا يعني بنناشد المسؤولين المحترمين في تحاد كورة اليد إن القرار ده محتاج مراجعة لأنه من بعد كورونا دي مش مشكلتنا إحنا كنادي أهلي إن إحنا فكرنا ندعم في رئيتنا واللي هو في الأول والآخر فايدة لمنتخب مصر وفايدة لقوة المنافسة إن أنا أجي في الآخر إلى نفسي مطالب أنت عارف حضرتك لو أنت قلتني من البداية إن أنا هلعب القايمة الأديمة هفكر هحط ده في حساباتي وأنا بتعقد مع صفقاتي إنما الحقيقة ده ما كان شوارد في الحسبان خاصة الأخبار والأراء اللي كان جاية من جوة الاتحاد هنلعب القايمة الأديمة وأكبر دليل على كده أوروبا أوروبا لعبت بالقايمة الجديدة يا جماعة لأن ده لوجك مش معقولة جيب لعيبة راحت لفرق منافسة وأقول له تعالي لعب معايا ضد الفرق اللي أنت ماضي معاها وتلعب معها دلوقتي مثلا مش طبيعي كلام يعني مش ماشي مع الطبيعي واللوجك طيب إحنا الملخص إيه؟ الملخص إن النادي الأهلي نتيجة هذه القرارات ونلعب لأ من لعبش هيخسر ست لعبين في الجولتين الدوري والكأس ولكن مش معنى كلامنا إن إحنا بنقوله ده إن إحنا ما عندنا الثقة في فرقتنا واللعب الموجودة أدها وقدود والنادي الأهلي بيقاتل وزي ما قلنا النادي الأهلي دائما أبدا بما الحضر ولكن إحنا بنقول زي ما دايما ملتزمين بالمعايير بتاعتنا والقيم ومبادئ النادي الأهلي فلازم وحتما علينا إن إحنا لما نشوف حاجة حصل فيها أمور تيجى على حق النادي الأهلي لازم نتكلم ونقول الحقيقة زي ما إحنا أشدنا بالاتحاد كرة يد مرارة وتكرارة لا الموقف ده محتاج براجعة والحقيقة أنا قلت إنه هو ما كانش عندنا غير حلين يا إما الدوري يستأنف بالقيمة الجديدة وده طبيعي ومحدش هيعترض لأن أيضا أكيد الفرق التانية جابت صفقات وما فيهوش أي اعتراض في حاجة يا إما تلغي إنما إنت هتلعب وفرقة بتنافس على الدوري تفقد 6 لعيبة من أصل 18 لعيب من قيمتها ده مش طبيعي هو ده اللي مش طبيعي فالحقيقة إحنا بناشد حق كرة اليد إنه يراجع القرار ده لو لسه فيه طبعا إمكانية لهذا ولكن إحنا كلنا ثقة في لعبتنا والمدير الفني إن شاء الله نحن سنقاتل وهنلعب ويعودونا دايما بروح النادي الأهلي وبروح الفنال الحمراء إن إحنا الآخر ثانية بنقاتل والآخر وقت دايما بنحارب على بطولتنا إن شاء الله حقيقة الموضوع ده يعني كنا محتاجين الكلم فيه وطرحته لحضراتكم من كل الجوانب والله وبكل أمانة عشان تبقوا عارفين اللي تم الفترة اللي فاتت في هذا القرار شكرا